أعوذ بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كله ناس بإمامهم يوم ندعو كله ناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بأقينه فضلائك يوم ندعو كله ناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بأمينه فأولئك يقرؤون كتابه فأولئك يقرؤون كتابه وليس كتابه ولا يظلمون فتيلًا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كله ناس بإمامهم يوم ندعو كله ناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بأمينه فأولئك يقرؤون كتابه بأمينه وأن أوتي كتابهم فأولئك يقرؤون كتابه تسبح وأن أوتي كتابه idian فأولئك يقرؤون كتابه ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتستري علينا غيره وإذا لاتقنوك خليلا ولولا أنسبت منك لقدك تترك ومن كانوا إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك برسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى حسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مسهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى حسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن فجر كان مسهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى حسنا ومن الليل فجر جذبه نافلة لك فجر جذبه نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فجر جذبه نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقرآن بأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لكم كسلطانا نصيرا واجعلني من لكم كسلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزق الباطن وقل جاء الحق وزق الباطن وقل جاء الحق وزق الباطن ومن الجميع عن العسى أنت تذكر جاء الحمارة ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن معه شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أورض ونآب جانبه وإذا مسه الشوء كان يأوس قل كل يعمل على شاكلة فربكم أعلموا بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الروحي قل روح من أمر ربي ويسألونك عن الروحي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم